جربت أخيراً أداة فيو 3 والنتيجة كانت والنتيجة كانت مبهرة زكاء اصطناعي بيتكلم مستني إيه بقى؟ اعمل اشتراك ولايك للفيديو بسرعة في الفيديو ده شرح كامل عن أداة فيو 3 وإزاي تقدر تستخدمها وتعطيها برومبت بطريقة سهلة وبسيطة وتطلع بها نتائج سواء باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية خلأتعرف على الشرح بالتفصيل ولكن بعد الانترو السلام عليكم أنا أحمد ودي كنات من أستر المعنويات لأول مرة تتفرج على قناتنا تأكد أن انت عمل لايك واشتراك عشان تتبع كل جديد عن الزكاء الصناعي وإزاي تستخدم الأدوات الخاصة به وخلينا مباشرة نبدأ في الشرح في البداية طبعاً أداة فيو 3 ده أحدث إصدار نازل من جوجل حتى دلوقته اللي عمل ضدها كبيرة جداً واللي بيقدر يولد فيديوهات بالسواند افكت بتاعتها وبالصوتيات بتاعتها ويتخليها تقول أي كلام بأي لهجة في العالم بطريقة سهلة وبسيطة طبعاً عشان تستخدم الأداة لازم أن تبطيها البرومبت باللغة الإنجليزية عشان يطلع معك نتايج كويسة وعشان تكتب لها برومبت طبعاً ممكن ما تستخدمش ترجمة جوجل لأن ما بتكونش ضقيقة قوي ممكن تلجأ إلى جوجل جيميناي أو المساعد الشخص بتاع جوجل عشان يكتب لك البرومبت أو ممكن تستخدم برضو شات جي بي تي قبل ما نبدأ سؤال بسيط عمل لايك لا طب مستني إيه والصراحة أنا أفضل شات جي بي تي في كتابة البرومبت كل عليك إن انت توصف له المشهد اللي انت عايزه بتوفى لك أكتر من ثلاث حاجات بس الخارج الثالث متاح بس في الخطة الألترا من جوجل اللي هي المتاحة للشركات تكستو فيديو إن انت تكتب له أي برومبت وهو يحاوله لك الفيديو أو فيريم توفيديو تقدر ترفع له صورتين وتوصف له المشهد اللي انت عايزه وهو يدمج لك الصورتين ويعمل لك منهم فيديو طبعا تكستو فيديو دي أكتر حاجة باستخدمها ممكن تروح هنا لشات جي بي تي وتكتب له الحاجة اللي انت عايزها كل حكاية لنا تطلو وصف قصير للحاجة اللي أنا عايزها بقول له كتب لبرومبت باللغة الإنجليزية بيوصف المشهد الفلاني وهل الراجل يقول كذا هو طبعا هيكتب لك البرومبت بالزبط وهيكتب لك الكلام اللي انت كتبت باللغة العربية موجودة هو باللغة العربية وهناخد البرومبت ده ونعمل له copy ونرجع تاني على أداة فيو سري وتأكد هنا من الاعدادات ان انت محدد الكواليتي نخليها هاي كواليتي عشان نستخدم فيو سري طبعا لو انتو سبتها فاسطة هيستخدم فيو تو لو استخدمتها كواليتي برضو هتكون فيو تو احنا عايزين نستخدم فيو سري ممكن لو انت عايز يطلع لك نتيجة واحدة او نتيجتين او تلات نتائج او اربع نتائج في الامر الواحد ممكن تخليها نتيجتين ده حاجة وسط اربع نتائج هتاخد وقت اطول كلها عليك بعد كده هتضغط على ارسال وتستنى لحد ما يتم توليد الفيديو طبعا عملية التوليد بتاخد بعض الوقت ممكن تاخد لها تلات او خمس دقايق بحد اقصى يعني مش بتاخد وقت طويل ولكن اقصى حاجة ممكن تاخد معاك خمس دقايق خلينا نشوف النتيجة هتكون عاملة ازاي وان شاء الله هتكون نتيجة مبهرة زي ما حضرتكوا شايفين دي النتيجة الاولانية ودي النتيجة التانية طبعا النتيجة التانية هو مطلع لي شخص خليجي خلينا نشوف الفيديو الاول ده والنتيجة كانت مبهرة زكاء اصطناعي بيتكلم والنتيجة كانت مبهرة زكاء اصطناعي بيتكلم ممكن نحمل الفيديو طبعا بعد كده تقدر تقدر تتحميل هنا وتتحمله بصيغة بس كده الصوت هيتشال منها او تحملها بالجودة اللي هو متاحة دلوقتي او ممكن تعملها لالف وتمانين وده هتاخد وقت عملية وقت في المعالجة تاني وبعد كي يحمل لك بجودة الف وتمانين خلانا نحمله بسبعين وعشرين والفيديو كويس جدا خلانا نشوف الفيديو التاني ده والنتيجة كانت مبهرة زكاء اصطناعي بيتكلم طبعا ده جميل وكل حاجة بس هو جايب شخصية خالجية مع ان انا اللي في قاهرة فمش عارف هو بقى انت محتاجة تدي له يعني ما فيش فيه غلطة عشان يطلع لك نتيجة احلى حاجة الفيديو التاني اللي تقدر تستخدمه هو تحويل الفريمات الى فيديو ممكن نرفع صورة هنا او تقدر تستخدم توليد الصور هاتغط هنا ابلو اصلا هقول له ايجري وارفع له صورة وهنا عشان نعمل المسأل الشعبي او الاغنية الشعبية اللي بيقول لك شفت ديك كان شاي الفيل فانا هرفعه ديك وبعد كده ارفع له الفيل عشان اخلولي يعمل لي ديك شاي الفيل طبعا انت المفروض تستخدمه في حاجات احسن من كده ولكن احنا بنعمل فيديو هانا تجربه عشان نوريكم الاداة شغالة ازاي والجوادات عاملة ازاي بعد كده هتحتاج كمان تكتب برومبتي وصف له المشهد عبارة عن ايه وفي الحلقة دي برضو هنلجأ لشات جي بيتي هقولت له اكتب لبرومبت لتوليد فيديو عن ديك شاي الفيل كتب لبرومبت بالزبط هنا تمام وبعد كده بيقول لك يعني تكست ممكن تزوده الحتة دي فسيبنا منها مش عايزينها بعد كده اخد هنا الكلام والسكولو وبعد كده اعمل له سند وتأكد ان انت مختار الموديل برضو اللي هو بتاع فيو سري بعد كده اعمل سند هننتظر لحد ما يتم اعطاءنا النتيجة طبعا انت ممكن تقفل على فكرة الفيل ان انت تستخدمه ولو انت هتعرفش ازاي بتحصل على نسخة الفيل سري هسيب لك رابط شرح في رصف تقدر تحصل على استخدام سنة كاملة على حسابك بشكل مجاني من جوجل تستخدم بيها جميع خدمات الزكرة الصناعة اللي لسه نازلة جديدة واللي تم الاعلان عنها الاسباب الماضي خلا نشوف النتيجة تطلع ازاي من شات جي بي تي خلا نشوف النتيجة تطلع عاملة ازاي من فيو سري طبعا ادا انت تقدر استخدمي في توليد فيديوهات في حاجات كتيرة جدا ايا كان الوجال اللي انت هتستخدم فيه الاداة تقدر استخدمها هي دي النتيجة الاولانية يعني هو جابها مش وقاعي قوي جاب دل واحده وجاب دل واحده تقريبا هو البرومبوت في حاجة اما هو تخيله للحاجة ان هو دماغ جنبس خلا نشوف النتيجة دي اعمل لها انا كده طبعا ما اضافش صوت جاب لنا ديكشيل الفيل والناس بتدص عليهم وفي الاخر جاب لك الفريمي الاخير هو المشكلة ان هو عايز اللقطة التانية اللي انت بترفعها ده بيكون الفريمي الاخير اللي اختم بيه يعني لازمان كده كده اذا اللقطة التانية اللي انت ترفعها هيكون الفريمي التاني اللي انت بتختم بيه آآ فبالتالي انت هتحاول ترفع الصور يعني مش هتعمل حاجات تهريج من دي لكن هترفع حاجة بحيث ان هو يبدأ بفريم وانتهي بالفريم الاخير اللي انت ترفع له وتكتب له الوصف في النص وبكده يكون عارفنا ازا يقدر تولد فيديوهات سواء باللغة العربية والنتيجة او وتولد فيديوهات بتخيل يعني انت ترفع له تيك اس لانت ترفع له صور وهو يحولها لك لفيديو طبعا في خاصية تانية ان هي تحويل الصور الى فيديو دي حاجة تانية موجودة برضو لكن ماهاش موجودة في فيو سري موجودة في جميناي تقدر تستخدمها بتحويل الصور الى فيديو يعني ان هو يحرق لك المشهد تقدر تستخدم الحساب اللغة العربية عادي يعني زي ما حضر رأيكم شايفين ولكن لازم أن تعمل الخطوات اللي أنا قلت عليها في الفيديو اللي بتاع التسجيل وتقدر تنشئ أكتر من حساب وتأخذ كريدتز وتستخدمها هنشوفها في فيديو تاني إن شاء الله وبكده يكون أنت هنا من الفيديو ولو استفادت تتخذش عليها بلايك واشتراك طبعا في الفيديو ده هتلاقي شارح استخدام في يوسري ازاي تحصل على سنة اشتراك بشكل مجاني بالكامل وتقدر تستخدم جميع ميزات جوجل بشكل فري وفي النهاية يمكنك الاشتراك في قناتنا منستر للمعلوميات لمشاهدة المزيد من الفيديوهات لتنمية مهاراتك شكرا لكم على المشاهدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة